اهلا بكم عزيزي المشاهدين في الدرس التالت من قواعد اللغة الانجليزية ده كورس متخصص في قواعد اللغة الانجليزية عملنا منه درسين والنهاردة هندي الدرس التالت لكن حبيب قبل مبدأ اشكركم جدا على التعليقات وعلى الكلام اللي وصلنا من خلال تريفونات من خلال الفيسبوك من خلال القناة آآ لقينا كلام رائع جدا وتشجيع رائع يخلينا نكمل معكم للابد ان شاء الله يعني ان شاء الله مكملين معكم كل الكورسات وانا شايف يعني مدى الاستفادة وشايف الناس بتشجع جدا عشان كده آآ بنطمنكم ان احنا هنكمل كل الكورسات اللي احنا بدأناها يمكن يسايفنا الوقت لكن آآ كورس كورس هنكون بنسجل فيه حلقات وان شاء الله آآ هنكون بنعمل كل من نفسكه فيه يلا ناخد مع وعد من نهارده آآ الحاجة المهمة جدا اللي مش هنبطلها خالص ان احنا نقول ان الجملة بتتكون من ايه فاعل وبعدين فاعل وبعدين مفاول آآ يعني احنا هتبقى الجملة من الشمال او الحاجة هتبقى بفاعل وبعدين فاعل وبعدين مفاول الجملة مش هكذا فيه مثال مكتوب قدامنا هنا نادر بليز تانس نادر بليز تانس او ممكن اقول مكان نادر هو هي بليز تانس يبقى الجملة نادر بليز تانس او هي بليز تانس او قلنا مع بعض الفاعل بيبقى اسم او ضمير ضمير او اسم ضمير اللي هي ضمائر الفاعل اي يو وي ذي هي شي ات السبع لو كان اسمها هو ايه يبقى اسم انسان او حيوان او جماد او لبات او بلاد او اسماء معنوية او ما شبه زلك يبقى كده الجملة بتبدأ يعني لو قلنا جملة نادر بليز تانس الفاعل بتاعها هنا نادر اسم اه اسم شخص اسمه نادر بلا اسم انسان نادر بليز تانس يبقى دي جملة الفاعل فيها اسم طب لو انا عايز استبدل الاسم بضمير وليه ما استبدل الاسم بضمير مهم جدا جدا لاني هعرف ان الفعل ده بيتصرف مش حسب الاسم حسب الضمير فلو انا عارف الضمير اقدر انا عايز اركب انا الجملة عايز انا اقل في الجملة عايز اتكلم انجليزي عايز اقول الجملة من عندي واقول كل حاجة فيها فعشان كده وانا بحط الفاعل اسم نادر في بالي الاسم دوت ايه الضمير اللي بيسويه? فنادر نادر يعني ولد اسمه نادر فانا هقول عليه هو هي يبقى هي مول كده اه خلينا في الفعل الفعل بيبقى ايه بيتصرف حسب الضمير مش حسب الاسم فعشان كنا انا بحتاج اه اخلي الاسم دوت يتحول لايه لضمير وخدنا في الحلقة يعني في الحلقتين اللي فاتوا ازاي يبقى عندي اسماء وحولها لضمير من الضمير السبعة دولة هنشوف مثلا ازاي الفعل بتعمل حسب الضمير الفعل انا عايز اقول هنا يلعب يعني نادر بيلعب تنس فانا عايز اقول يلعب يلعب انا عارف ان الفعل play اساسا في المضارع لي شكليني اما play اما plays يعني في المضارع الفعل play لي شكلين play او plays play او plays يبقى في المضارع البسيط اللي هو اول خانة في الجدول بتاع تصريف الافعال فعل play دي شكلين play او plays انا اخترق اني شكل اه سهلة خالص لو انا الضمير بتاعتي اي او يو او او دي اكتبها play طب لو كانت الضمير هي او شي او ات اكتبها plays طيب احنا نرجع تاني للجملة احنا قلنا نادر نادر الضمير بتاعه ايه هي يبقى ما ينفعش اقول هي play لا لا ان play ما ينفعش ما يوجيش مع هي اقول هي plays يبقى كده الفعل دوت انا بختاره من اختيارين او اكتر فالاختيارين بتوعي اما play اما play الاختيارين دولة تختار منهم لما اعرف الضمير ايه فعشان كده اي جملة بتبدأ باسم لا نحاول نشوف حتى لو مش اكتبها في الجملة انا هسيب الاسم زي ما هو لكن جوة في مخ كده افهم ايه الضمير اللي بيساوي الاسم دوت عشان اجيب الفعل اما play اما plays حد فهم معايا يبقى كده احنا اخترنا الفعل plays عشان نادر الاسم دوت لو شيلت وحطت مكان ضمير هحطي هي يبقى هي plays مش هي play يبقى كده انا عملت الاسم حسب بالضبط طيب تالت حاجة في الجملة المفعول ساعتي يقول لي ايه تبقى كلمة واحدة المفعول ممكن يبقى كلمة لكن كمان ممكن يبقى شابه جملة يعني ايه شابه جملة يعني تكملها يعني مثلا اه في الفصل يبقى في النادي اه مع اصدقائه اه افترنون يعني ممكن اجيب اه اي حاجة هنا ممكن شابه جملة يعني ايه يعني اه فيها وفيها يعني في حاجات في الفصل كل يوم بواسط السيارة يبقى كده اه الجملة بتاعتنا فاعل فاعل مفعول واتفقنا الفاعل بوا اسم او ضمير وحتى لو عندي اسم لازم اعرف ايه هو الضمير اللي بيسوي الاسم دوت عشان لما اجيب الفعل بيقى ليه شكلين مثلا او اكتر من شكلين ساعات زي زي فعل الكينون اللي هي فلازم ابقى عارف ايه الضمير عشان اعرف اجيب الفعل متصرف صح وكده انا اكون بشتغل صحيح حبيت اراجع معكم اه الجملة في كل مرة بفكركم الحاجة الاساسية في تركيب الجملة فاعل فاعل مفعول فاعل فاعل مفعول نشوف مع بعض احنا كنا قلنا فيه شوية افعال اه زي الفعل مثلا يلعب قلنا اني الفعل بيستغرف كم تصريف عشان يفكر مع بعض تلات تصريفات نحفظ للفعل تلات تصريفات اي فعل في الدنيا اقول لك احفظه تمحافظ لي تلات تصريفات الفعل في المضارع هو يعني ايه يعني ايه وي 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 بياخدوا بلاي هي وشي وات بياخدوا زي ما شفنا في المسال اللي فات لكن او انا بتكلم في زمن الماضي كل الضمائر دي اي او يو او او دي او هي او شي او بتاخد بلايد بلايد يبقى قادي المضارع وعدا الماضي الماضي كلمة واحدة عشان كده مش هيفرق مع ايا شكل الضمير عشان كده في الماضي اي اسم يجيلي مش محتاج حتى حول الضمير لان كلهم هياخدوا بلايد وبرضو في التالت او التام برضو بلايد طيب نشوف امثلة كمان في في فعل يعني يصرخ في المضارع اللي شكلين زي ما اتفقنا مع الضمير اي او زي مع هي شيئة والتصريف التات كرايد طب اه الفعل يذهب دي تصريفين في المضارع شكلين يعني والتصريف التاني والتصريف التات بكده نفهم ان مش دايما الافعال افعال ماشي حسب القاعدة اللي هي لا في افعال شازة او طب فيه يشاهد في المضارع حسب الضمير هو يشاهد بس حسب الضمير اللي عندي في الماضي في التام طب في فعل يعني يمر او يمر لما حد يقول يمرر الكرة يعني يمرر او يمرر طيب في فعل يعني يصلح او يبقى كده اه خدنا تاني ان كل فعل بحفظه بتلات تصريفات وفي الغالب المضارع بيبقى ليه شكلين المضارع بيبقى ليه شكلين وليه ليه شكلين لان حسب الضمير طيب ناخد امثلة الفعل لو قلت وي بلاي تنس اي وي بلاي تنس خدنا نحن نلعب تنس خدنا الضمير وي وانا هتكلم في زمن المضارع لوقتي هتكلم في زمن المضارع خدنا الضمير وي عشان كده قلنا خدنا لان وي ما يجيش معه بلايز قلنا وي بلاي يبقى نحن نلعب تنس لكن انا عايز اخد ضمير هي اول هي بلايز تنس طيب اه جملة على انا اخد ضمير يو اول انت اه انت تصرخ كثيرا يو كراي الوت يو كراي الوت يبقى يو كراي الوت انت تصرخ كثيرا خدت الفعل اللي هو مع الضمار لكن انا عايز اقول ايه طب ده احنا قلنا ده الفعل هنا جاي هنا اسم وحط ما كانوا ايه ايه برافو حد يقول لي هي الولد الولد يبقى هي لان احنا عندنا في العربي المذكر والمؤمنة يتحط مكانه هي الولد بيصرخ كل يوم يبقى خدنا ليه ايه ايه عشان زبوي يتشامها وتحط مكانها هي يبقى هي كراي اه جملة التالتة مع الفعل جو يذهب يو جو سكول باي باس يعني انت تذهب الى مدرسة بالباس بالاوتوبيس يعني يو جو سكول باي باس هنا بصوا يو ده اه الفاعل يو انت اللي هو ضمير جو ده الفعل واخدنا جو لان جو مع يو بياخد جو بعد كده بقى الجملة بقى بقى المفعول هنا يعني شبه جملة او اتنين شبه جملة كمان لكن المختار بقى هي بتذهب الى مدرسة او هي بتذهب الى العمل يعني هي بتذهب الى العمل مبكرة لما اخدنا شي ما اخدناش جو لأ اخدنا جو سكي طب الفعل اي هبدأ بيضمير انا انا اي يبقى اي واتش تليفجن اي واتش تليفجن اي واتش تليفجن يعني انا بشاهد التليفزيون كل مساء طب نقول هي بقى يبقى جيبه للشكل التاني من تصريف المضارع او اللي العمود الاولين هو المضارع او ناخد فعل هنا انا اقولها بمعنى المرر انا بباصي او بمرر للكورة لصديقي لكن انا قلت بقى هو بمرر للكورة بقى يعني انا بباصيل للكورة كلمة اساسا هي بس بالانجلش فاحنا اخدناها في المباريات بنقولها بيباصي الكورة لكن هي يقول لي يعني هنا الجملة دي كده احنا قلنا الضمير هي قلنا الضمير هي بياخد فايقول كده تتلاقي المعلق الاجنبي يقول لك ايه احنا عندنا المدرب المصر حد يعني جدع قوي يقول لك ايه وهو بيباصي الكورة طبعا بيباصي دهية لجاية من الفعل زابول مش مفروض نها بيباصي مفروض نها هو بيمرر الكورة وبيمرر الكورة تمرية طويلة اللي فتكر معي في المباريات كده يبقى زابول يبقى اه خدنا لو انا قلت اي هقول اي باص زابول لو قلت هي اقول هي باصيز اخر فعل هنا برضو هناخد عنه المثال احنا بنصلح عربياتنا كلنا وقفين كده في توقيل او في السيانة بتاعة العربيات فكلنا وقفين بنعمل ايه يعني حد حد بقول لي ايه اه انتوا دايما بتروحوا السيانة بتعملوا ايه اكيد احنا بنصلح عربياتنا طب لو قلت هو بس واحد واحد من مواجهين بس قلت هو بيصلح عربيته يبقى الملاحظة القوية قوي هنا ان في المضارع فيه شكلين في المضارع فيه شكلين زي 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 زاز الزامل المضارع بيبقى فيه شكلين للفعل. طب شكلين الفعل الفرق بينهم ايه? اضافة حرف اس. يعني هتلاقي في الاخر اس. في الاخر اس. بالاخر اس. يعني اللي بلاحظوا ان الشكلين بتوع المضارع كل اللي فيهم ان انا بضيف حرف اس. بضيف حرف اس. عشان كده. والاس دور بضيفه مع الضماير هي. والضماير دي بيها اسم التلاتة دورة مع بعض. واخدينهم مع بعض كده. ومسمينهم ضماير المفرد الغائب. فعشان كده دي بسموها اس المفرد الغائب. يعني حرف الاس ده بنسميه اس مفرد غائب. اوكي? طيب اللي واخد باله برضو انه مش حرف اس بس يعني هنا ايه? هنا لكن هنا هنا بلاي بلاي زي دفت اس. لكن انا مش بس دفت اس ده انا حرف الواي حرف الواي اتعمل ايه? اتفك بقى اي ايه. طيب. اه نشوف اللي ظهر تحت كده. اساسا اساسا حرف الواي بيساوي حرفين في اللغة الانجليزية. حرف الواي بيساوي حرفين. ان هما اي اي. يعني ممكن اشيل واي وحط مكانه ايه طبعا مش بمزاجي يعني. انا ما بشيلش الواي خالص. لكن خلي خلي بزهني كده اني تملي حرف الواي حرف الواي بيساوي اي اي. طيب امتى بفك الواي واخلي اي اي اي? لما اجي اضيف على الكلمة اضافات. فالفعل انا عايز اضيف له اس زي ما اتفقنا احنا قلنا في شكلين شكل منهم بضيف اس. اول ما اجي اضيف اس للفعل الاقي نفسي امتفكت الواي. في كل مرة اجي اضيف فيها اس او ما افك الواي. يبقى كلمة طبق ايه? كرايز. كرايي كرايز. حد ديني مسال كده. ايوة برافو حسنا حد بقول ايه? في فعل اسمه فلاي. فلاي فلايز. فلاي يعني يطير. برضو فلايز افك الواي اخليها اي اي. واحط الاس تبقى فلايز. طب برافو طب يبقى كده. بقت قعدة. اي فعل اخر واي اي فعل اخر واي افك الواي بتاعته. واحطها اي اي لما اجي اضيف له اس. لما اجي اعمل الشكل بتاعة ايه? هي وشي وقت. يبقى فعلا يبقى دية هي يعني انا بعمل ايه? فعلا بضيف حرف اس لكن الفكرة ان حرف الواي لما جيت اضيف له اس بقى فكته اي اي. طب حد زاكي جدا ايوة برافو برافو. شايف حد كده بقول ايه? طب ما فوق اهو. في واي ما فكناهاش ايوة. بصوا الواي ديت قبلها حرف متحرك. قبلها حرف ايه? اللي هي بلاي. طب لما يكون قبل الواي حرف متحرك. وانا افكها باي اي حرفين متحركين. يبقى احنا هنملى الكلمة بقى حرف متحركة. فعشان كده قاله لأ. قاله لما يكون الواي مسبوقة بحرف متحرك ما نفكهاش. حلوة دي? نقولها تاني. يعني حرف الواي بيتفك اي ايه لما اجي اضيف الاس دية. يعني قلنا قلنا الفعل لي شكلين? مع هي وشي وقت بيبقى طيب بندف له اس. طب الاس ديت لما اجي اضيفها افك الواي لاي اي. ليه? لان الواي هنا قبلها حرف ساكن اللي هو الار. لكن فوق قبل الواي حرف متحرك. لما يكون حرف متحرك وفك الواي بحرفين متحركين. يبقى الكلمة فيها تلات حروف متحركة ورا بعض. ودوت ما بينفعش. فعشان كده الكلمة لما يكون قبلها حرف متحرك. ما ينفعش ان انا فوق الواي. مثلا ناخد امثلة عليها ناخد امثلة. لو قلنا كلمة الفعل يعني يمكس. لما اجي اقول له ما بحط ما بغيرش الواي. فعلا ايه? قبل الواي في ايه? طب لو قلنا يعني يطيع يعني يطيع. قبل الواي ايه? فعلا مش هفك بعد كده الواي. بحط اس بس. اي فعل اخر واي واجه حطه في في المفض الغائب يعني اضيف له حرف اس بفكه بس بشغل ما يكونش قبله حرف متحرك. سهل لو وصلت كده? طيب اه يبقى دي قصة في قصة تانية برضو. شايفيني نهاية الافعال لما تبقى الفعل اخر اس او اس اس او اس او سي اتش او اكس او او وعايز اضيف له حرف اس. ما بيعرفوش يضيفه حرف اس مباشرة. فبندفها ايه? مسال. الفعل انا عايز احط له اس. طب ما هو ده ده من الحروف اللي هم ايه? الستة اللي عندي عندي ست تركيبات دولت. لما يكونوا في نهاية الجملة في نهاية الفعل. واجه اضيف الاس. لا بضيفها بخليها اس. يبقى لما اقول لانها من الحروف ديت. لا بضيف اس. ما ينفعش احط اس بس فتبقى كده. لأ. تبقى طب مسال تاني اخيرها ايه? يعني من ستة دول. ايوة. يبقى قوم ضيف لها اس. تبقى كلمة طب اخيرها ايه? يعني من ستة دول. اه. يبقى لما اجدف لها مجل بديف اس بس. بديف اس. تبقى طب الكلمة اخيرها اكس. اخيرها ايه? اكس. طب لما اجدف لها هي اضيف اس. يبقى القعدة العامة. اللي احنا بناخدها. ان فعل المضارع دائما في شكلين. دايما في شكلان دايما في شكلين. هو الفعل العادي وباضيف له حرف اس. هو الفعل العادي وباضيف له حرف اس. يابقى الشكلين بتوع المضارع. هو شكل عادي. هو شكل باضيف له اس. بس لما اجدف اس. حطي في بلاك الملحظة الدين. انه لو كان huay قبلها حرف ساكن فقها اي اي. زي لو كان الفعل بنتهي بس او 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 بدلا ما اضفره بس اضفره زي كده كمان يعني لو احنا حفزنا القاعدتين دولت يبقى انا اقدر لو حفزت الفعل اقدر اقول كمان ايه الشكل التاني اللي هو مع الضمار هيوشي وقت من نفسي. من غير حتى ما هو الدنيا. يعني انا كده ممكن احفزك كلمة واحدة. فانت تقول لي اه تقول لي اه هضيف اس بس الواي هتتفك تبقى اي اس. اقول لك جو. فانت تقول لي اه بضيف اس بس لانها اخيرة حرف او. لأ هضيف اس. تقول لي اي وقت بضيف اس بس لانها اخيرة هضيف اس يبقى وهكذا. مفهومة كده يبقى اهم حاجة ان في زمن المضارع الفعل دي شكلين. الفعل دي شكلين. شكل من غير اس مع الضمار ايو وي دي. وشكل باس مع الضمار هيشي ات اللي اسمها ضمار المفرد الغالب. فاهمين كده سهلة? يعني اعتقد بالجدول ده كده. نبقى احنا فهمنا اه شكل المضارع اللي هو ليه شكلين في كل الافعال. نكمل مع بعض كده. المضارع البسيط. احنا ناخد المضارع البسيط لما بنحفز افعال اتفقنا للعمود الاولاني هو زمن المضارع. وناخد المضارع البسيط في الجدول ده بيتكلم عن ثلاث حاجات. يعني ايه? يعني ايه المضارع البسيط بيتكلم عن ثلاث حاجات? يعني انا عايز اكتب جملة. الجملة دي ممكن اكتبها في الماضي في المضارع في المستقبل. في الماضي التام في المضارع التام في المستقبل التام في الماضي المستمر في المضارع مستمر. طبعا في الانجليزي لازمينه اكتر كتير. آآ من ازمينة اللغة العربية. آآ فعشان كده المضارع المضارع معناه ايه? يعني ما اقول اي بلاي تنس. آآ احنا عندنا لابس شوية يعني عدم فهم. لما اقول اي بلاي تنس بالعربي. آآ بالعربي انا بالعب تنس. انا بالعب تنس ممكن ان انا بالعب دلوقتي. لكن في الانجليز انا اقول اي بلاي تنس مش معناها ان انا بالعب دلوقتي. الانجليزي لما يتكلم عن حاجة دلوقتي في زمن تاني اسمه زمن مضارع مستمر لسه هناخدوه. لكن جملة اي بلاي تنس او مسلا اه الجملة دي مش معناها ان هو بيلعب دلوقتي. معناها ان هو بيعرف يلعب تنس. يبقى في المضارع البسيط لما تكلم جملة في المضارع البسيط عايز تبقى في ذهني انها مش حصلة دلوقتي. يعني الجملة العادية البسيطة اللي احنا خدناها النهاردة او من اول ما بدأنا اه خدنا الجملة البسيطة دي انا بلعب تنس ده مش معناها يعني مسلا واحد بيكلم مع واحد بالليل عاملين في حفلة صمر في قاعدة مع بعض عاملين يحكوا ويدرشوا فاحل بيقول لي واحد انت تعرف انها بيعرف فرطة بلعب تنس هو مقصدش ان هو قاعدين بالليل بيلعبوا تنس لأ هو بيوصل انا بعرف والتاني يقول له تقعرف انا بحب المكارون انا بحب انا باكل المكارونة ايه ده يعني هم عاملين يتكلموا عن حاجات مش بيعملوها اه حاجات بوصف بها نفسي فمش بعملها عشان كده المضارع البسيط هيتكلم في تلات حاجات اساسية هم خمس حاجات لكن خلينا تلاتة اساسية نتكلم عنهم المضارع البسيط بيتكلم عن حالات ثابتة الحالات الدايمة الحالات الدايمة او بيتكلم عن حقاية او حقاية او يتكلم عن عادات وروتين يعني انا المضارع البسيط ممكن اتكلم بي عن حالة ثابتة انا شغال ايه انا بعمل ايه ابو ايه شغال ايه او ممكن اتكلم عن حقاية اه الشمس بتشوق من الشرق الكاتاكيت بتطلع بتطلع من البيض اه مش عارف الحيوانات بتولد الطيور بتبيد اه الامر بيدور حوالين الشمس كل حقاية دية لما اجا اتكلم عنها اتكلم عنها في زمن المضارع البسيط حقاية طب ممكن اقول لعادات يعني ممكن اقول انا كل يوم بصحة اه الساعة سبعة الصبح اه الساعة سبعة ونص بافتر اه تمانية لاربع باخدوش بعد كده بنزل للشغل بتاعي الساعة تسعة بعد كده اه اليوم بنتهي عندي الساعة خمسة الساعة خمسة بروح مكان اتغدى ممكن اتكلم عن الروتيني اليومي بتاعي احكي الواحد ممكن اعود احكي مع واحد واقول له مسلا يجي عشرين جملة انا بعمل ايه في اليوم تقدمش فان انا بعملهم دوقتي انا بتكلم عن الروتين اليومي بتاعي يبقى مضارع البسيط بتكلم حالات سبعة اي روتين حالات سبعة اي اعداد حالات سبعة اي اعداد التلاتة دولت الاساس يعني ايه مضارع الوسيط سبعة اي اعداد سبعة اي اعداد طيب نشوف امثال على كل حالة هنا في الجدول يعني. لما قلنا اقول ايه? يعني هو بيشتغل في فندق. هو اي واحد مثلا يعمل يعني يعني ايه? فندق. يعني هو يعمل في فندق. طيب يبقى هنا. لو ناخد بالنا خدنا الشكل التاني من المدارة البسيط اللي عشان الدمير هي. يعني هو الفعل اللي محتوط له اس. اوكي. ابويا شغال ايه? ابويا يكون طبيب. هي حالات ثابتة كلها. يقول واحد بيشتغل في فندق. او ابويا دكتور هو لعب تنس. طبعا دي جملة الغطاصين. بيعموا كويس. طب لا ده فعلا. دي كلها حالات ايه? حالات ثابتة. لكن في حقيق. يعني حقيق. ده قلت نادرة ما تمطر في الصحراء. بي حقيقة. يعني اه يعني نادرة يعني الصحراء اه تملي الجو طاعها صعب مش عافية. فنادرة ما تمطر في الصحراء. طب هنا. يعني المية بتغلي عندي مية درجة مقوية. ده حقيقة علمية. ده يعني علوم المية بتغلي عندي مية درجة. لو انا اول ما توصل لمية درجة لان المية بتغلي. طب حد يقول للفعل هو بويل وبويلز في المدارعة. انا خدت بويلز عشان زووتر زووتر احط مكانها ايت. يبقى ايت بويلز ات وان هندرد دجريس سليزيس. مية درجة سليزيس. او مية درجة ما قوي. طب. هاتش فروم ايجز. هاتش فروم ايجز. اللي هي الكاتاكيت هاتش بتفقس فروم ايجز من البيت. طبعا ده حقيقة. يعني اه يعني بيولوجية حقيقة حيوية. اللي هي الكاتاكيت بزيطة لعملينة. من البيت بتفقس من البيت. دي بقى. اللي فتكر كلمة يعني فراخ. لكن دي يعني كاتاكيت. هاتش فروم ايجز. طب الفعل ده هاتش ليه شكلين في المدارع. هاتش وهاتشز. ولقينه سي اتش لو لو هو هاتشز هلاقيها اي اس في الاخر. برافو. حد يقول اي اه. هاتش لو 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 مع الضمار هيوشي وقت كان يبقى هاتشز الاخرى اي اس عشان النهايته. ان كل فعل بتعرف من نهايته. اه يبقى هاتش فروم ايجز. طب ليه كاتاكيت مش هاتشز. لان يعني الكاتاكيت. الكاتاكيت. اه ده جمع. وبالمناسبة حد سألني في القناة قبل كده قال لي هي لو غير عاقل وجمع نحط له زي ايوة. دي الكاتاكيت. دي غير عاقل. لكن لما اجي احطها احطها في جمع او ذي. احنا اخذين المفرد في غير العاقل ات. لكن جمع برضو ذي. يعني جمع العاقل حتى لما بجمعه بيبقى ذي. يبقى ذي هاتش فروم ايجز. فلما حط مكان ديت. ذي. الاقي الفعل مش بيحتاج اس. الاقي الفعل اللي هو مع ايو وي زي. اللي هو بيبقى هاتش بس. يبقى. لكن اقولت اتشيك. اتشيك. يعني كان تكون واحد كنت اقول هاتشز. فروم ايجز. يبقى كده. اه عشان جمع. لو شدتها حط مكان هذي. يبقى ذي هاتش فروم ايجز. نشوف اللي بعد كده. عارفين اه الكونغور او الحيوان اللي بيشيل ابنه في بطنه كده. كانجاروز. ليف ان سبين. كانجاروز ليف ان سبين. دي حقيقة. اه ان بتعيش في اسبانيا. يبقى كانجاروز ليف ان سبين. ليه حطت ليف مش ليفز. عشان كانجاروز برضو نفس حكاية. لو شلتها لانها في الجامعة حط مكانها ذي. مش ات. ما ينفعش حط مكانها ات. اه هي غير عاقل بس جامعة. فبقى ذي. الجامعة بقى مفرقش ازا كان عاقل او غير عاقل. يبقى ذي. طب بلانتس برضو دي غير عاقل. بلانتس نيد ووتر تو جروه. النبات بيحتاج النباتات بتحتاج المية تجروه عشان تنمو. يبقى بلانتس نيد مغلناش نيدز لان بلانتس يعني برضو نفس حكاية. نيد ووتر تو جروه. قلنا اخر حاجة اسمها ايه? العادات. يعني ايه العادات? يا ما اقول انا بسافر امريكا كل عام. يعني ايه بقى عادة كل سنة بسافر امريكا? السنية سافرت. السنة جاي هسافر اللي بعدها هسافر اللي بعد بعدها هسافر. بقت عادة. دي من عاداتي. انا مرتب الجدول بتاعي انك في كل السنة بسافر امريكا. يبقى بعيد عدد. طيب انا دايما بشبشاي يعني يعني كل يوم الصبح اصحى اشبشاي. يبقى انا دايما بشبشاي في الصباح. يعني دايما يعني عادة يعني عارف واحد يقول لك ربنا معطى لك عادة يعني عادة دايما يوميا مشرب شيء طب واحد تاني بيقولي اذا دي عادة اه يعني انا مش بدخل مطلقا ابدا يبقى هنا انا مش بدخل مش بدخل ابدا ابدا يبقى دي عادة بس عادة سفرية حاجة عادة مقطوعة طب انا عادة بنام مبكرا اه دي عادة هي كلمة دي عادة بنام مبكرا دي بقت عادة انا غالبا بروح المدرسة ماشي معناها بروح بمشي الى المدرسة يعني انا روح المدرسة بروح ماشي يبقى انا كل الجملة اللي انا اي الهدية دي جمل ازا كانت حالات ثابتة او حقاية او عادات دي جمل تتحطر زمن المدرسة بسيط اللي هو التصريف الاول للفعل وهاخد اني كلمة من الكلمتين حسب الضمير اللي عنه اه اتمنى دي كده تبقى مفهومة المدرسة البسيط واتمنى انها تكون بسيطة اه كل واحد فينها يكون فاهمة يلا نشوف اللي بعد كده اه هيبقى عندنا شوية امثلة كده هنقرههم مع بعض والامثلة ديت مهمة جدا اكتبوا الجمل اه اكتبوا الجمل دي واحفظها اتعلم منها وانت بتعمل كده اه هتلاقي نفسك عارف الزمن بالجمل بتاعته بالاشكال بتاعته قلنا زمن بتكلمة حالات ثابتة او حقاية حالات ثابتة او حقاية او روتيني فان هقول جمل كلها في الايه في الحاجات ديت يعني مسلا في الحاجات الثابتة هقول يبقى هو بيعمل في الفندق هو مصور طب تحتها يعني الماء بيتجمد تحت السفر درجة مقوية الشيكس هاتشز فروم ايكس كتاكيب بتفقس من البيل النبات يحتاج الى الماء اللي كي ينه الشمس بتشرق احنا بنقولها من الشرق هما يقولها انزا است هما اصح طبعا لاني بيقولوا انزا است يعني الشمس بتوقع في الشرق مش مش بيجيلي من الشرق لا ايه شمس في الشرق يبقى ايه فاكس يعني حقيقية نشوف الجملة التانية يعني المطر بيسقط من الصحب يسقط اهو رين لو شلته حط ما كان ايت يبقى ايت فولز فروم طب الجملة اللي بعد كده اه كتر بيلرز تيرن انتو بوتر فلايز اه كتر بيلر اللي هي اليرقة اه الفراشة قبل 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 ما تتحول وتبقى فراشة بتبقى حاجة كده صغيرة زي الدودة كده اسمها يارقة فبعد كده اليارقة دي بتاخد وقت باكده تتحول يطلع لها جنيحة كده فتبقى فراشات فبنقول اليراقات تيرن انتو تيرن انتو يعني بتتحول الى يعني فراشات يبقى تيرن انتو بوتر فلايز يبقى كده اليراقات بتتحول الى عشان تبقى تيرن انتو بوتر فلايز طب اللي هو النحل يعني النحل اللي بيدينا ايه عسل طب هنا جمع يعني لو شلتهم احط مكان هم ايه يبقى عشان قلنا ايه ما بتاخدش الاس طب هنا ذكاو ذكاو يعني البقرة جيفز اس ملك اذا البقرة روشلتها حط مكان هايوة ايه دي بقى اللي فيها ايه تغير عاقل لانها مفرد ذكاو جيفز اس ملك ذكاو جيفز اس ملك ذكاو جيفز اس ملك يبقى البقرة بتدينا الفيلة ايه الفيلة ايه الفيلة لو شلتهم احط مكانها ذي ايت فيشتابلز ذي ايت فيشتابلز اوكي الفيلة بتاكل خضروات طب هنا استرونوتس استرونوتس لو ما رواد الفضاء ترافل ان سبيس استرونوتس هنا انا جمع يعني او شلتهم احط مكانها بردو دي دي ترافل ان سبيس بسافروا طب the birds fly the birds fly يعني الطير بتطير طبعا طير بتطير يعني مش بتيمش عارق لها وكده the birds fly طب القوامل تاني rain falls from the clouds caterpillars turn into butterflies bees give us honey the cow gives us milk اليفنس ايت فيشتابلز استرونوتس ترافل ان سبيس the birds fly شوف مع بعض نجمعة تانية من امثلة the moon orbits the airs الامر باوربتس الفين اوربت يعني بيدور كمت اوربت يعني ايه بيدور بس the moon لو شلتوا حطت ضمير ات ات اللي هي غير العاقل الامر غير عاقل ات اوربتس عشان كده حطت اس مفرد يعني الفعل في المضارع دي شكلين اوربت و اوربتس انا خدت اوربتس عشان زمون معنى ات يبقى the moon orbits the airs the moon orbits the airs الفيلة لديها خرطيم فيه الكل فيه لي خرطون كده يبقى elefant هاف هاف مش هاز عشان مش شيء او شيء او ات لا elefant يجري في مصر طب نهر النيل على بعض لو شلت حطه مكانه ايه برافو ات ات رانز ان ايجيب هو يجري في مصر طب the ground is round الارض the ground is round the airs the wheels او دي ممكن اوها the airs is round the airs الارض the wheels الفيلة صوري مش سمت تا الفيلة اه اسف اه الحيتان جامع حوت يبقى the wheels live in the water the wheels live in the water يبقى الحيتان تعيش في الماء هي السمك ديت كده اشتوبها كده الحيتان جامع حوت the wheels live in the water يبقى الحيتان بتعيش في الماء طب عندنا كمان في حاجة مهمة جدا احنا قلنا اه تلت حاجات سابتة اه في المدارة البسيط تمال لجيبها في المدارة البسيط لكن في حاجتين بيجو برضو في المدارة البسيط عايزين نشوفهم مع بعض ايه هم الحاجتين دولك جداول القطارات والطيران او التعليق على المباريات يعني ايه يعني بقول ايه الطائرة تقلع الساعة كزا القطار يتحرك الساعة كزا لما في التعليقات على المباريات يقول لي ايه اه ماردونا بيشوت الكورة مش عايب ايه بيمرر طنوية طويلة اه واكرامي بيمسك الكورة يبقى ايه كل الحاجات ديت اللي هي حق نوعين او الجداول القطارات والطيران والتعليق على المباريات تشوف مع بعض الطائرة المقلعة الى لندن تقلع في الساعة السبعة ونصف مساء يبقى طبعا في القطار هلاقي ايه قول ايه القطار متحرك الاسكندرية يرحل في الساعة التاسعة وخمسة اربعين صباحا اهي مدارة بسيط طبعا زا ترينت االكساندريا ايه اللي هو ايت غير عاكل الكطار غير عاكل نقول عن eyeliner ليس ليز مش ليذا اوكي اه في القرة بقى وباسم اا بيارك للقرة يبقى باسم ككس دابول باسم وهي كيكس يعني ليشوت كده ليشوت الكورة باسم كيكس دابول بيشوت الكورة يبقى باسم خسنا باس دابول طب حسام باسل وحسام بيباسل الكورة حسام بيمرر الكرة. لكن نجي اكرامي اكرامي اي تعليق على المباريات بتبقى زي من المدارة البسيط. اي جداول طيران او جداول الكتارات بيبقى في المدارة البسيط. دي في دولة مع التاتة اللي احنا اخدناهم اللي هما الحقيق والحالات السابتة والعادات. طب نشوف مع بعض موضوع العادات. الهابتس اور روتين. اه فيه كلمات اشهر كلمات نقولها اه عشان تبينني او العادات بتاعتي. اه كلمة يعني دايما. ولما اقول الجملة فيها دايما اي 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 انا دايما بشرب قهوة دي معناها ان العادة بتاعتي بنسبة مية في المية يعني يوميا ما يعديش عليه يوم ونغير ما اشرب قهوة. لو انا مش شريب قهوة ممكن اشرب يومين تلاتة في الاسبوع. لكن انا بشرب قهوة دي انا ممكن اشرب مرتين او تلاتة في اليوم. لكن اقولتها مكان كلمة قلت ايوزوالي درينك كوفي. بقت نسبة نسبة العادة بتاعتي خمسة وسبعين في المية. ايوزوالي درينك كوفي. طب لو قلت اوفن. اوفن بالمناسبة هي ممكن تقول اوفن او اوفن. اوفن او اللي تنصح. يعني او بيقول لنا تي سايلنت. لكن هي ممكن تبقى سايلنت او مسايلنت. يعني بعض الناس بيقولوها اوفن. وبعض الناس بيقولوها اوفن. اوفن تبقى خمسين في المية. يبقى لما اقول اي اوفن درينك كوفي. انا غالبا بشرب قهوة. غالبا. فغالبا دي بتديني خمسين في المية. يعني ممكن يوم ويوم كده. طب لو قلت الكلمة على بعضها يعني احيانا. انا احيانا بشرب قهوة. اي سمتايمز كوفي. انا احيانا بشرب. يعني معناها مش شريب قوي. انا يعني خمسة عشرين في المية اشرب قهوة. طب في كلمتين او نفس المعنى. معناها نادرا. واحد بقى ايه? يعني ممكن فين وفين لما يروح عند ديوف يقوم يشرب قهوة. فدي بيقول ايه? انا نادرا ما بشرب قهوة. يعني من نادرا ما بشرب قهوة. او او سلدم آآ واحد بقى ايه? دي برضو ممكن كلمات العادات ايوة بس بكام النسبة بتاعتها? سفر في المية. سفر في المية اقول انا مش بشرب قهوة خالص. ابدا. اه ممكن اقول انا مش بدخن. قلو انا مش بدخن خالص مطلقا. اي كلمة من دولة اشوفها يبقى انا بزمن مضالر بسيط لان الكلمات دي بتعبر عن العادات. مدام بتعبر عن عادات يبقى انا في معنى اسمه بتكلم عن عادة في حياتي. مدام بتكلم عن عادة في حياتي. يبقى اتكلم بالزمن بتاع النهاردة اللي هو المضارع البسيط. طب الكلمات دي بس. لأ فيه كلمات تانية. اه انا عندي كلمة كمان. لما اقول كل يوم. انا كل يوم بروح لمباسة. طب دي مش عادة? عادة. طب قلت كل اسبوع. انا كل اسبوع بزور عمي. كل شهر. كل سامر. كل سيف. كل شتة. كل ليلة. كل دايات كلمة برضو من كلمات العادات بتاعت المدامة البسيط. في كلمة تانية لما اقول ايه? في ايام السبوت. يعني ايام السبت كلها. يعني كل يوم سبت. في الاحد. يعني في ايام الحد. كل يوم الحد انا مسلا بعمل عادة معينة. في ايام اتنين. يعني مسلا واحد ايه? اه كل يوم اتنين بيروح بيروح يزور والد والدته بعد ما اتجاوز في كل يوم اتنين. يبقى ايام من اتنينات برضو يبقى دي من عادة كل يوم اتنين بزور اه ابو يا امي. يبقى دي معناها اه ان ديت من كلمات العداد. الشاشة دي كلها فيها كلمات الكلمات ديت اول ما اشوفها يبقى الزمن بتاعي مضارع بسيط. سوفنا بعض جمل. دايما بروح بذهب الى فراشي انا روح انام مبكرا. ايوزولي انا عادة بروح السينما في ايام الجمع. بس مع موسيقى كل ليلة. المدير بتاعي احيانا بيطلب مني اعمل موقتي اضافي. سالي عمرها ما بتوصل في المعاد. نادرا لما بالعب العاب الكمبيوتر. نادرا لما بالعب بتنس. اعملها ما بتشاهد اه افلام الرعب. ادلا ما بتشوفش افلام الرعب ابي ادلا. كل دي طبعا جمل اه مرتبطة بتاعين ос اي اه 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 solar كل كلمات دي لما اشوفها باتكلم عن جمل في المضارع البسيط. شوف مع بعض التمرينات ونخلص الحلقة النهاردة. اه الحلقة كان لدي سيمة جدا. لكن اعتقد انها مفيدة مفيدة مفيدة. ده زمن المضارع البسيط. لسه طبعا تكملته ان شاء الله في الحلقة الجاية. هناخد النفي والسؤال في المضارع البسيط. وبكده يبقى لمينا زمن المضارع البسيط. اه لكل الطلبة اللي بياخدوه في عددية او سنوية. اه لكل الناس اللي عايزة تدرس جرامر وتبقى عارفة وشطرة في الجرامر. اه ادرس الزمن ده كويس قوي ولسه عندنا قزمة تانية. بكده هتبتدي تعلم جرامر او قواعد اللغة الانجليزية. طيب اي واحد يقول لكده يبقى مضارع البسيط يبقى اخد مش مش اخد بيني يبقى. يبقى بالمناسبة ده اللي هي كلمات العادات. اه بتيجي قبل الفعل. يعني اقول اي اولوز درينك كوفي. اي اولوز درينك كوفي. بس مع فعل الكينونة الوحيد از اه ام او از اقور طبعا فعل الكينونة كله تيجي بعده. يعني ما اقولش الحالة الوحيدة او الفعل الوحيد اللي اللي هي الكلمات العددي بتيجي بعده هو فعل الكينونة اللي هي اقام وازو ار. يبقى برافو عليكم. طيب انا عمري ما بدخن. طبعا يبقى مضارع بسيط. يبقى مش هينفع سموك دي اللي هي التانية. يبقى اما سموكي اما سموكس. اللي هي التصريف الاول اللي هو المضارع. بس اي تاخد سموك ولا سموكس. برافو اي تاخد سموك. يبقى اي سموك. طيب هنجاو مع بعض بدون تعليق. اي دو ولا داز ولا ديد. انا بعمل شوبين بداية في ايام الجمعة. ايوة سبع حد بقول لي اي بتاخد دو برافو. طب. هي يجوالي هي يجوالي كده مضارع بسيط. احنا عادة بنبدأ الشغل في يوم الحد. ايوة اللي بتاخد برافو. طب كل الصباح بابا ولا ليفز ولا ليفت. ليفت ده الماضي بتاع ليف وليفز. هوم ات سيبن تيرتي ام. يبقى ايوة. يبقى برافو. حد بقول لي مايفازل يعني هي. فتاخد ليفز. يعني ايه اللي فيها اس. طب ووتر ايوة الجنوب اللي اخدناها. ووتر برافو عليكم. طبعا ووتر يعني ات بويلز. اكي? صوفيا اصفية بتعمل في بانك. دي حالة ثابتة. حالتها الثابتة انها بتشتغل في بانك. قال صوفيا. برافو. طب الاولاد اللي هما دي. دي تاخد ايه? زي ما اتفقنا. الفعل الوحيد. اللي بتيجي وراء كلمات العادات اللي هي. فعل الكينونة. يبقى. الاولاد دايما عنفين يعني. او عنفاء. طب الحيوانات البرية. لو انشلتها قول زي. هما. الحيوانات البرية اللي هي الحيوانات اللي في الغابة يعني. بتعيش في الغابة. يعني في الغابة. يبقى. دي ما اخدناش لفز. لان ده جمع. تبقى هما. وذي تاخد ايه? برافو. طب الجملة اللي يخدناها زمون. ولا 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 معنى زمون معنى ياخد اللي فيها يبقى يبقى المون بيعمل ايه? يعني بيلف حوالي الامر. اه حوالي الارض سوري. زي سن رايزز ان زي اس طبعا عندي خدناها. طب ووتر. ولا 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 يا بقول المية بتتجمد عندما حرارتها تسقط او تنزل تحت السفر. يبقى ايه? ووتر. عشان ووتر معنى مش جمع يعني ووتر. لما حرارته. ايوة برضو ايه? يبقى تنزل يعني تحت السفر. لما وقت لها حرارة المية تنزل تحت السفر. المية بتعمل ايه? بتتجمد. بكده نحن حلينا كل التمرينات بتاعت النهاردة. عرفنا زمن المدارة البسيط. بتتكلم عن حالات سابتة او حقائق او عادات التلاتة دولار. قلنا بناخد التصريف الاول للفعل لما بنحفظ الافعال. بيبقى فيه تلاتة اعمدة. والتصريف الاول هلاقي كلمة فيها يعني هلاقي فيها شكلين. زي بلاي وبلايز زي ووتش ووتشز. مع الضمائر باخد بلاي. مع الضمائر باخد بلايز. وقلنا فيه شوية حالات كده. نرجع الحلقة مع بعض. سوري نرجع الحلقة مع نفسكم. آآ وتبتدوا تذكروها كويس قوي. اكتب تعليقاتك معك الاجندة معك الكشكول. اكتب تعليقاتك وكتب تعليقاتك. واحفظ الزمن دوت. وشوفوا اكتر من مرة. هتلاقي نفسك عارف الزمن من غير ما تبزي المجرور. انا بشكركم جداً لحصن المتابعة. يا ريت اه تعملو لنا لو انت مش عامل اول مرة تشوفنا. اعمل سبسكرايب هتلاقي في على جنب كده على الشمال. في كلمة اسمها الاشتراك او بالانجلش اسمها سبسكرايب. اعمل سبسكرايب في القناة. يجي لك كل كل فيديو بنزله ويجي لك اشعار ان القناة ايها برموان نزيل الفيديو جديد. ويا ريت تشجعونا في في العمل دوت وتنشروا الفيديوهات ده كمان هيساعدنا نتفرق اكتر للقناة ونعمل آآ كل اللي بتحاموا بي. يعني كل كورسات حتى الكورسات اللي احنا نفسنا مش هنعرف نقدمها ممكن نجيب ناس آآ ناس اسطوبها حلو قوي رائع وتقدمها في القناة فنكون بنقدم كل حاجة. فتبقى القناة دي بنسبة لنا قناة مفيدة جدا مجانية. آآ افتحها في اي وقت. اشوف كل اللي انا عايزه في حياتي من ازا كان كورسات كومبيوتر انجلش آآ لغات عامة آآ او ازا كان مواد دراسية. افتح القناة واستفيد. افيد غيرك. اعمل في او في كل اه تواصل اجتماعي انت موجود فيه. فيسبوك تويتر اي حاجة. اعمل ومن فضلك سعيدنا في كده. ننشر فيديوهاتنا على اوسع مستوى. وبكده تكون انت آآ بتساهم في فعل الخير معنا. شكركم على حسن متابعة. الى اللقاء. في الدرس الرابع من قواعد لغة انجليزية مهندس عادة الروماني.